هدنة مفاجئة تضيف الكثير إلى الطرح المركزي لفكرة إيقاف الحرب وإحلال السلام في اليمن خصوصا بعد أن أعلن وزير الخارجية الأمريكية قبل أيام عن خطة جديدة تتضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية وهي ما رفضته الحكومة اليمنية الشرعية حين ذاك معتبرة أنها تصب في صالح الانقلاب وتهمش الشرعية بيان التحالف الذي تحدث عن هدنة لمدة 48 ساعة شدد على أن قواته ستتصدى لأي تحركات عسكرية مؤكدا على استمرار الحضر والتفتيش الجوي والبحري وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية فإن الهدنة جاءت استجابة لطلب الرئيس اليمني عبد الرب منصر هادي وتمدد تلقائيا في حال التزمت الميليشيا بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة ورفع الحصار عن تعز وحضور ممثلي الطرف الانقلابي في لجنة التهديئة إلى ظهران الجنوب في المملكة السعودية من الواضح إذن أن مساعي حثيثة تبذل بشكل واسع للوصول إلى حل الأزمة عبر جولة جديدة من مفاوضات السلام إلا أنه ليس من الممكن بلوغ هذه الجولة ما لم تتحقق شروط الهدنة من طرف الجماعة الإنقلابية بعد أن عبرت عن استعدادها لوقف القتال والانضمام إلى حكومة وحدة وطنية أما ما يبدو بحسب مراقبين بشأن موقف الحكومة الشرعية فيعد تراجعا بعد أن كان سقفها مرتفع تطالب فيه إلى جوار وقف إطلاق النار والانسحاب من المدن وتسليم السلاح إطلاق سراح المعتقلين مبادرة واشنطن إذن تحاول خفض لغة الحرب لكن سياسيا حتى اللحظة بينما على الأرض يشتد القتال أكثر في جبهات عدة خصوصا في محافظة تعز مما يعزز تضاؤل الآمال بإمكانية التوصل إلى حل للصراع الذي قتل فيه أكثر من عشرة آلاف شخص ونزح مئات الآلاف ترجمة نانسي قنقر